موسيقى مساء الخير ما زال تأسيس وتدشين مركز تكوين للفكر العربي في مصر يثير جدلا وانتقادات وسط المطالبات بإغلاق وحملات واتهامات للقائمين عليه ببث أفكار متطرفة تحت ستار الدي بينما يقول المركز أنه يدعو فقط لبناء جيل يفكر وإعمال العقل حتى يستطيع الأشخاص التمييز بين الأفكار المتطرفة وطردها والأفكار السليمة التي يجب أن يتبنى معنا في سؤال مباشر في حلقة اليوم للرد على كل هذه التساؤلات وحالة الجدل موجودة مباشرة من لوس أنجلس الكاتب والباحث عضو مجلس أمناء مركز تكوين للفكر العربي الدكتور إسلام بحري أهلا وسهلا بك دكتور إسلام أهلا وسهلا بك أستاذ خياد العزيز والحقيقة شرف لي أني معك للمرة الثانية في سؤال مباشر أنا أتشرف كمان الدكتور خليني أبدأ معك من الأساس كيف تم العمل أو التخطيط وتأسيس هذا المركز مركز تكوين وما هي الفكرة الأساسية من وراء إن شاء الله الموضوع أولا بالفعل بقاله كذا سنة بيعد إليه كفكرة مش كتنفيذ لأنه ببساطة الثقافة العربية لو قلنا أن المركز ابتداءا هو اهتمامه الأول بالثقافة العربية الثقافة العربية في مصر أو في أي بلد عربي لأن المركز عربي مش مصري عندها مشاكل أساسية في مئة عام من الثقافة لو قلنا من نقطة طه حسين أو شيخ محمد عبدو أو 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 الثقافة العربية وجزء منها اسمه إصلاح الديني أو تجديد الخطاب الديني أو نطلق عليه أي اسم عندها مشاكل أساسية في المئة عام حالو واحد التشردم ما فيش كيان بيجمعهم أبدا على الإطلاق التشكيليين الفنانين الأدباء الشعراء المثقفين المفكرين ما فيش أبدا أبدا كيان بيجمعهم نين الدعم أي حاجة دلوقتي أنت حضرتك عارف أنها بقت صناعة يعني الفن بجانب أنه موهبة ودراسة لكنه صناعة حتى كرة القدم هي صناعة فصناعة يعني عايزة كيان يدعم من يبدع فيه شيء في مجال الفكرة فالفكرة كانت أساسها بسيط جدا وطبيعي للغاية بعد مئة عام من الثقافة العربية ومئة عام من محاولات ما يسمى جزء يعني من الثقافة وصل أو الاتصال بين الثقافة والفكر الديني أو تجديد الخطاب الديني أو ما شبه ذلك من أسماء أنه يكون فيه كيان يجمع هؤلاء المثقفين ليس أعضاء مجلس الأمناء فقط لكن المثقفين في الوطن العربي يدعمهم ويجعل أفكارهم وإبداعهم يخرج إلى النور ده كان فكرة المؤسسة قبل أن تسمى حتى مؤسسة تدعم الثقافة العربية وقيم العقل وإرساء قيم التسامح والسلام العالمي دكتور خلينا أدخل معك الآن في مواقف المعارضين لإنشاء هذا المركز أو المطالبين بإغلاقهم حبدأ معك من علاء مبارك نجل الرئيس المصري يقول إن المشكلة تكمن في أن هذا المركز يضم بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون أساسا في ثوابت الدينية كيف تنظر إلى هذا الموقف أو كيف ترد علي في الحقيقة عزيزي خالد ممكن أقولك ابتداءا وده يمكن مبدأنا بالعموم في المركز أو في أشخاصنا وأفكارنا أنه له كل الحق والاحترام في رأيه لكن لو عايزني أعلق فقط على رأيه ولا أنقضه أنا بالنسبة لي مندهش ده عندي شعور بالاندهش أنه سيد علاء مبارك أولا كان كتب مجموعة حاجات غير هذه التويتر الرصينة أشار فيها إلى أشياء لا يليق بأنه كان يشير إليها مثل إيش أنه تتكلم عن مؤسسة ضخمة قال لي حاجات اللي كانت في حفل يصبخ اللي مش عارف إيه حاجات لا تتكلم كنت تتكلم عن الفكر اللي بتقدمه المؤسسة الحاجات دي يعني وهي حاجات صغيرة لأن دي حفلات غير رسمية لها علاقة للمؤسسة بيها هي المسألة عادية أصلاً وجود وجود جزازة بيرة في المكان أكيد مش عادية لكن أكيد لا تعنينا يعني هي لا عادية ولا تعنينا حفل لا علاقة لو بالمؤسسة ولم يكن في أيام المؤتمر فإحنا لا علاقة ترابية لن نعلق أصلاً لا ندري فيما لكم علاقة في هذه الزجاجة مع أنه كانوا قريبين يعني مكان قريب منكم يعني نعم نعم هو نفس الأوتيل اللي كانوا مستضفين فيه السادة المفكرين لكنه حفل غير رسمي حل يعني هذه هواتف شخصية لذلك دخلوا هم في جدل الفوتوشوب وغير فوتوشوب وهذا لا يعنينا طيب لا يعنينا الصور الرسمية التي أصدرت من الشركة التي تعقدنا مع الإقامة اليومين المؤتمر 4 و 5 مايو بالتأكيد مفهومة يكون شكلها نرجع لموضوعنا حل فسيد علم مبارك أنا ممكن أقول لك أنه تويتا تسير لاندهاش لأنه بيقول كلام ما يسمى في اللغة العربية كلام مرسل إيه الشخصيات اللي عليها كلام أو اللي هي تسير ريبة أو أصحاب الأغراض ده في نظره هو وهو لا يمثل الحقيقة في هذه الدنيا يعني ممكن واحد غير يقول لك أن السيد علم مبارك عنده هوى ديني عنده هوى سلفي ممكن واحد يقول كده أنا مش هقول كده لكن الظاهر من التوتات أنها فيها كلام مرسل فيها كلام بدون دليل وفيها كلام كان محتاج شرح منه يعني لما يقول أصحاب الأغراض أو الأهواء إيه هي إيه هي هل الفكر الآن بخلاف مين فينا المقصود بهذه الجملة أو كلنا الست أشخاص هل الفكر الآن مجرم يعني هل لما أنا أقول فكرة مخالفة إحنا على فكرة في تكوين عايزين نرسي ده إن حوار الآخر يكون فعلا حوار حقيقي ليس فيه إقصاء ولا تكفير ولا غرض ولا كلام اللي فيه ريحة سلفية ده إحنا قدمنا كل واحد فينا أشخاصه قبل تكوين له فكره اللي له برامج ولله كتب ولله مقالات زي ما يكون هذا الفكر أنا مؤمن إنه ليس على هوى أغلب المجتمعات الآن في الوطن العالم أنا موافق لكن هذا لا يعني إنه صاحب غرض أو صاحب هوى أو كافر بقى في الدرجة العالية أو زنديق أو هذه الاتهامات ده يساعد ممتاز على إذكاء روح يعني اشتعال حقيقي في المجتمع بلا هدف إحنا جايين نرسي مبادئ السلام حتى بين الطوائف بين الحوار الهادي العاقل ممتاز لأن إحنا شايفين دراسة وطاعة دراسة وطاعة دراسة وطاعة دراسة وطاعة أثاروا كثير منها دينية واضح واضح الرد مصطفى الدكتور مصطفى الفقي دكتور مصطفى معروف رجل سياسي كان مستشار سابق لرئيس الجمهورية علق حول مؤسسة التكوين في مقابلة تلفزيونية فقال كلامهم كله مردود عليهم أنا مؤمن بأن التغيير لا بد أن يرتبط بالتغيير ثقافي ولكن في تكوين التغيير كان شكله صادم لأن العناصر الموجودة ليس عليها إجمع إبراهيم نيساء رجل صدمات كهربائية يوسف زيدان من أيام عزازيل وحديثه عن المسجد الأقصى يقصد قصة أنه لا يوجد شيء اسمه مسجد الأقصى في فلسطين مسجد الأقصى في سيناء في كهف في سيناء يعني معرف ونحن لا نقبل بالثوابت ونناقش الأفكار إذا لا توجد ثوابت وإسلام بحيرين سجن بسبب أفكاره يعني الشخص بالإضافة إلى الوقت أو التوقيت بتعمل إرباك هذا الرأي الثاني اللي ربما يشترك مع مع السيد علاء مبارك بأن المشكلة أولا في الأشخاص وإنتم أشخاص صادمين بأراءكم مواقفكم وغيرها فضل طيب أولا أنا بحترم رأي دكتور مصطفى بالمناسبة هو صديق عزيز جدا جدا يعني أنا أعرفه معرفة شخصية وأستاذنا جميعا اثنين أنا أعتقد أن رأي دكتور مصطفى يعني أعرفه وأعرف أفكاره على ما أراها إن أفكار منفتحة تماما يعني ورجل يتقبل الفكر والثقافة بل ويدعمه لكني أرى أنه هو تكلم من زاويته اللي هو يعلمها الزاوية الوحيدة اللي هو عمل بها ودرسها ليه السياسة الكلام لما يكون من زاوية سياسية بيكون بالشكل ده إنه المؤامات مع المجتمع الأشخاص كان لازم نعمل مجموعة كده ومجموعة أخرى مثلا من المؤسسات الدينية نفترض يعني مع أنه هم إحنا رحبنا بيهم يعني كان فيها عوائق قانونية أنه حضر معنا الدكتور سعد الهلالي في الافتتاح لكن كعضو مجلس أمنا في عوائق قانونية المهم أني أرى أن كلام الدكتور مصطفى وهو صديق عزيز وأستاذ مش بس صديق إنه كلام سياسي أقرب منه إلى كلام فكري لكن الفكر الذي يقدم من المجتمع عبر المائة عام لم يكن إلا صدمات طاعة حسين عمل إيه في المجتمع غير الصدمة الشيخ محمد عبدو عمل إيه في المجتمع غير الصدمة الشيخ علي عبد الرازخ لما قدم كتاب الإسلام وأصول الحكم عمل إيه في المجتمع غير الصدمة نصر حامد أبو زيد عمل إيه في المجتمع غير الصدمة فرق فودة محمد أحمد خلاف الله محمود محمد طه في السودان الصادق النيهوم سمي زي ما تسمي كل المفاكري في الوطن العربي يدرهم أن يقدموا فكرهم والفكر بحد ذاته بطبيعته بيعمل صدمة. فإن يلام المفكر أنه دول بيقدموا صدمات كهربائية. أكيد ده مش لوم فكري. ده لوم سياسي يمكن. الموأمة. الظرف. الأسماء. وقت الانطلاق عشان فيه حاجة حرجة وحساسة. زي حرب غزة. ممكن أصدق ده كله. وأؤيد الدكتور مصطفى في القلق السياسي ده. لكنه كفكر. الفكر لا يصدم إلا المجتمع. الفكر لو تعامل مع المجتمع. بنفس الفكر اللي فيه المجتمع. طب يقدم ليه؟ يعني أنا جاي أكد لهم على أفكارهم. أنا جاي أقول لهم هناك خطأ ما أنتج أو خطأ ما أنتج ما نحن فيه الآن. أنتج هذا التطرف الشديد. مش مشكلة يبقى إرهاب ولا لأ. لأن الإرهاب يخفض. دكتور سياري. خلينا نتفق على مسألة. خلينا نتفق على مسألة. فضل دكتور. إحنا عندنا في عالمنا في مشاكل تتعلق بالفكر. صح أو لا؟ مشاكل موجودة في تجديد الخطاب الديني أو هناك ضرورة لذلك. مشاكل متعلقة ربما في قراءة التراث أيضا. وتحتاج إلى مراجعة. الناس بيقولوا أنتم ليس الأشخاص المقبولين أو المؤهلين للتصدي لمثل هذه المشكلة. مثلا. خالد منتصر وواحد الكتاب المصريين. أعتقد أنت شفت ما قاله في بوست. إذا أردت بناء حديقة تنويرية لا تضع الطاووس حارساً لها. في النهاية ستصبح عزبة يستعرض فيها الطاووس ريشة المنفوش الملون. فتموت الزهور وتسرق الثمار. هذا من الجماعة نفسها يعني من جماعاتكم أو من المنتمين لأفكاركم دكتور سيد خالد. فبالتالي إحنا ما نتكلم عن فئة. إحنا نتكلم عن إجماع أو شبه إجماع على عدم قبول الأعضاء. أنا سؤالي لك. مثلاً في البداية في الانطلاقة صارت جسة من الأهم في رأس ولا طاها حسين. والرد من فراس أنه أنا وأنت أهم من طاها حسين. يعني أنت إيش موقف أولاً. ما كانش في شكل جدي. ما كانش في شكل جدي. أبداً الكلام. وأنا في حلقة في مصر مع صديقنا الإعلامي عمر أديب قدمت فيديو بماذا أنا عقبته. الأستاذ إبراهيم عيس عقب في نفس اللحظة. فبين قد إيه من التعقيب أنه كان مزاح لا يفهمه الكثير. لأن الدكتور فراس رجل يعني بيمزح بشكل محتاج أنه يتفهم أنه ده مزاح. فقدمت بقية الفيديو اللي برقنا من مسألة تحسين بالموازمة. منطلقين لسه والناس قدامكم تفاجعون. ما عليش ما تحصل. صورة زجاجة تبيرة. التصيد بص عزيزي خاني. وبعدين كلام عن طه حسين وأنا وإنت. فمهما قلت ما راح تبرر. خاصة أنه في موقف. بص. بص عزيزي خاني. حبيبي بص. التصيد ما أسهل. أنا لو أريد الرواية الوغدة بوكر أو وغدة نوبل الأداب. عايزني أطلع لك فيها أخطأ أدبية أو لغوية. هتطلع. التصيد هو المشكلة. ليس المشكلة الحدثة اللي بيحقق. في النهاية المؤسسة قدمت شيء كويس جدا في اليومين. كان احتفاءا بطاعة حسين. ليس من المعقول ولا المفترض. عقلا أنه نهاجم طاعة حسين. كل الحكاية كان مزاح بين اثنين من السادة الأعضاء في مجلس الأمناء. أنا بعد كده عقبته والأستاذ العظيم إبراهيم عيسى عقب أنه نبين أنه مزاح. لأنه بعض الحضور أو الصحفيين لم يفهموا أنه مزاح. هذا شيء. ما قلت عن موضوع الحفل الذي يسبق البتاع. نعم نحن مؤسسة ليس لنا علاقة بالحفلات. خالد منتصر كيف ترد عليه؟ العزيز خالد منتصر أولا خالد منتصر صديق وأخ. مش بس صديق. أعتقد أعتقد أنه هنا أنا مش فهم قوي موضوع التووس. أنا ما وصلنيش للمعام. أعتقد يتكلم عن يوسف زيداء. لم أفهم عن يضع التووس. فنرتفع عن الأسماء. لكني أعتقد حتى لو حضرتك بتفسره بشكل صحي. يبقى ده موضوع شخصي. ليس موضوع يخص المؤسسة. ولا أن الدكتور خالد شايف أو في الصف الذي يهاجم مؤسسة. أنا أربق بخالد عنده من خالد أخويا. لا يمكن خالد التنويري الذي أعرفه وخالد اللي يكتب من سنة التسعين أنه يهاجم مؤسسة تنويرية ثقافية. ده شبه مستحيل. لكن ممكن يكون الدكتور خالد في التنشئ في الإنشاء أو في التدشين شاف موقف معين أو شيء أو حاجة أو حاجة شخصية بينه وبين أحد الأشخاص في مجلس الأمانة. أنا أصدق ده. لكن هل إحنا في المؤسسة لنتعامل مع الدكتور خالد بالعكس نحن ننتظر إلى الآن وهو يعلم أنه يبتدي يقول لنا هو عايز إيه عشان إحنا نكون يعني الداعمين الأساسيين لدكتور خالد. فهو يمكن يقصد شيء شخصي لكن لا يخص فكر المؤسسة. دكتور إسلام تسمح لي فاصل قصير نعود بعده للمتابعة في سؤال المباشر فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد معي في سؤال المباشر الكاتب والباحث إسلام بحيري عضو مجلس ومناء مركز تكوين الفكر أو للفكر العربي. أهلا بك دكتور إسلام دكتور خاكر 2018 دكتور إسلام كنت بتقول لي عن يوسف زيدان في فيديو واضح؟ تمام خلينا أنا اقتبس مما قلته أنت يا يوسف زيدان أنا ممكن أخليك فقرة ثابتة عندي في البرنامج. يا تتكلم بأمانة في ابن تيمية وتقول اللي إحنا بنقوله يا بلاش تتكلم في الموضوع خالص. لأن ابن تيمية تحبيبه للناس وتبسيطه للناس وتقريبه للناس مرة ثانية بعد كل المعاناة. أنه زي ما ما قلت يوسف زيدان بيقول لك أو أنك تقول عن كلام يوسف زيدان أنه ليس له لا علاقة لا بالعلم ولا بالأكاديمية ولا بغيره. أنت تعرف كمان يوسف زيدان رد عليك الإغاني أو قبل. وصفك بالجاهل والمسكين وعمال يدوس على الناس. وقال أنت ما عندك أصلا تكوين علمي كافي. لما تيجي أنت بعد ألف ومئتين سنة وتقعد قدام كاميرا التلفزيون وتقول أن البخاري جاهل. بالله يا دكتور إسلام أنا كشاب أو كواحد من هذا العالم العربي تطلع عندي مركز لتكوين. والهدف منه تجديد وتنوير الفكر والأجيال. وأقول والله من الأعضاء إسلام بحيري اللي بيقول عن هذا جاهل. ويوسف زيدان اللي بيقول هذا ما يفهمش ولا عنده تكوين. بالله تتوقع مني أو من الناس حتؤمن بهذا المركز. حتتأثر فيه. ولا حيكون لها أصلا موقف صادم. لأنه أنتم بهذه الطريقة أصلا مستفزين وغير مقبولين. أنا هنا بقول اللي بيقوله الناس. تفضل. تسمحني أرد؟ تفضل طبعا. أرد على ثلاث محاور صغيرين جدا مش هيخدوا كل واحد نصف. أول شيء أنا لو أحلتك إلى خلافات بداية القرن الماضي. بنتا حسين وبين العقاد وبنتا حسين ومفكرين آخرين وبنتا حسين وشعراء. ووريتك أو وريت المشاهدين. ماذا وصل بينهم التنابز بالألقاب وماذا وصلت بينهم السخرية والتجهيل. لن يصدقوا. دي طبيعة من طبائع المثقفين بل غير المثقفين. في الجانب الديني الموروث. أي بس ما كان عندهم مركز يجمعهم تحت مضلة واحدة. وكل واحد. أقول لك دلوقتي أنا هرد على ثلاث محاور. أنا بس هرد على المحاور الأول أنه ده وارد بين المثقفين بأي ما يكون. أدي واحد. اتنين. إنه حتى في الجانب الديني الموروث الديني. الناس بس مش بتقرأ كويس. لأنه الأكيد الكتب لي مش متاحة للكل. التنابز بينهم كان يعني ما قاله مالك في أبي حنيفة. يعني إحنا نعديه بمراحل ده إحنا كده كلامنا خفيف قوي. وما قاله السبكي في ابن تيمية. في يعني إحنا ما بنقولش حاجة بالنسبة اللي قاله السبكي في ابن تيمية. نعم. فده موضوع محسوم وجود الخلافات بين الفقهاء أو المفكرين أو الفنانين ده شيء إنساني طبيعي. أما إن إحنا نوصل لو ضمنا الجانبين. أما إحنا نوصل لحاجة غريبة جدا إن الناس لا تتغير مواقفها. أو لا تتصالح بعد خلافات. ده شيء بالنسبة لي للمهاجمين على المسألة دي غير مفهوم. يعني الدكتور يوسف وما زال الخلاف ده بنا بالمناسبة وإحنا في تكوين. أنه يرى أن ابن تيمية له جانب عقلاني في كتبه عن المنطق وكذا. ولا يجب أن نغفل ابن تيمية كله. تمام؟ وأنا ما زلت عند رأيي أن فتح الباب أو تحبيب الناس. حتى لو في جانب إيجابي في كلام ابن تيمية في بعض الأمور غير الفتاة الكبرى. أننا في بعيد إنتاج مرة أخرى. هو يقدح فيه منهجيتك. وبالتالي نعم يقدح الخلافات. يعني أحد الشعراء قال عن طا حسين كيف يقول قرأت ونظرت وهو أعمى. يعني شوف التنابز وصل لإيه؟ أنه بيعيره بالعمى وفي الآخر تصلحه. فده طبيعي بين المثقفين. بل بين الفقهاء زي ما حكيت لك. لكن إن المواقف بعد كده الوقت دايما حتى في السياسة. يعني أنت تغير دلوقت. أنه ساعات المشاكل بتتحل بالوقت. أنت تغيرت. أن الوقت بغير المواقف. اليوم تغيرت أنت مع كلام. ولا دكتور. أبدا أبدا. لا إحنا لسا بقول لك مختلفين على فقه ابن تايما. هل الأمر صحي أن يكون مركز في ناس مختلفين؟ كان لنا مثلا ما جيك والله أقول لك تعال يا دكتور إسلام بحيري. أنا واحد أبغى أعرف ابن تايما يمين. واحد عمره خمستاشر ستاشر سنة. مش عارب. أبغى أسمع كلامك كلها أسمع يوسف زيدان دلوقتي. فهمت السؤالك. هل إحنا هقولك الأكثر من أو الأهم من الخلاف ده السابق؟ أولا الخلافات بتنتهي زي ما قلت. وجودها إنساني جدا وانتهقها إنساني. ما نفعش أن نفضل عشان نبقى على مبادئنا نمشي طول عمر مختلفين. بالعكس تصالحنا من سنتين في بيت الأستاذ الكبير إبراهيم عيسي. أدي واحد. إنه هقولك اللي أكثر من خلاف الدكتور يوسف وإسلام بحيالك. إحنا جايبين مسقفين من كل وطن عربي بندعوهم. أفكارهم هم مختلفة مع بعض وهما مختلفين معنا. إحنا مش تنظيم شيوع يا أستاذ خالد. عايزين ناس كلها تمشي على فكر واحد. إزاي طيب تنوروا الناس إزاي. إحنا بالوساعد. يا فندم الاختلاف سمة من سمة الحياة. ربنا في القرآن قال نصا ربنا سبحانه وتعالى قال. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. يعني أحد أسباب خلقنا بعد عبادة ربنا أن نختلف. فما بالك إحنا بندعو إلى إرساء قيم الاختلاف مع الآخر. فإزاي يعني ننزعها من وجودنا مع بعض. المثقفين في مجلس الأمناء أو في غير مجلس الأمناء. كل الناس اللي هيدعمهم مؤسسة تكوين أو مركز تكوين فكرة عربي. هم مختلفون بالأساس. ممتاز. بس لما يكون مثلا أنت بتقول أنه في مشكلة عند بنتيمية. أنا داء مش فكري. لما تقول أنت في مشكلة عند بنتيمية دكتور. وتقول والله أن ما جاء مثلا منهم هو يعني زي ما يقول الآخرين. أو أنه له دور كذلك في إذكاء التطرف والإرهاب وغيره. تمام. ويأتي يوسف زيدان بيقول لا لا تأخذوا كل الكلام هذا على. فأنا في الحالة هذه طيب أنا كيف يعني كيف ممكن أفهم. وأنتم تحملوا لواء التجديد والتنوين والتفقيل. هو الحوار نفسه. بص الملعب نفسه هو عقل المتلقي. حتى إحنا والمختلفين معنا خالص من التاريس ثلفي مثلا. أو من المؤسسة الدينية. إيه المحكة؟ ولذلك حنا رفضنا المناظرات. ليه؟ إحنا عايزين حوار. هناك عقل المتلقي في الوطن العربي. سنصل إليه بشكل مباشر. حتى أنا والدكتور يوسف. أو إحنا والآخرين. الحكاية فين كلها؟ الحكاية أنا أقول أفكاري. ليه؟ أنا أرى أننا يجب أن ندرس كتب ابن تامية. ولا نعيد نشرها. ولا نساعد في نشرها. بأي شكل من أشكال النشر. بل ننشئ كتبا أخرى. لنقض الأفكار التي أقر بابن تامية. بالذات في الفتاة والكبرى. أنت في هذه الحالة ما رح تتربك العقل العربي. عقل الشباب. ما رح تتسبب في هذه الحالة؟ أبدا لأن هذا الفكر لا يأتي إلا بالعصف الذهني. العصف الذهني معناه أن أنا بتلقى أفكار كتير جدا. وأنا بحط مبادئ لنفسي. وبمشي بالأفكار. وبنقي أو بختار اللي يليق بي. اللي يرتح له. اللي قلبي حتى ساعات بدون تفكير يرتح له. ده الذي يريده أحد أهم أهدف تكوين. هو ده. مش نحن نوصل نتيجة موحدة جميعا. حلو. كأننا تنظيم شيوعي. بالعكس. إحنا عايزين نقدم كل الأفكار. إذا كنا مختلفين بنا وبين بعضنا. أو مختلفين مع المثقفين. نحن هندعمهم. أو كل المجموعة دي مختلفة مع التيارات الأخرى. اللي هي ما تسمى تيارات سلفية أو متمسكة بالتراث. أو ترى أنه ليس هناك فيه عيبا ولم ينتك شرا. كل ده متاح طالما كان. بدون تكفير. بدون اتهمات بالزندقة والنفاق والتمويل والماسونية. ويكون حوار هادئ ورصيل. أنت تقول مثلا بأن حتى الناس هدول الموجودين الآن. يوسف زيدان، فاطمة نعود، إبراهيم عيسى. أستاذ فاطمة مش عدو مجلس أمناء المركز. أستاذ فاطمة عملت بودكاست معنا وفقط. الأعضاء يعني. هما يجب أن يتغيروا أو أن يتطور خطابهم بشكل أهدأ مما كانوا عليه في مركز تكوين؟ طبعا عندنا بالمناسبة ضوابط بين أن تكون في تكوين مجلس إدارة أو مجلس أمناء تكوين. وأن تكون منفردا. منفردا خد راحتك. قول اللي أنت عاوز. بس لما تكون في مركز تكوين لا. بالزبط. بالزبط. لأن المركز له بعض الأسس والحدود. أيها طبعا لأنه في فرق لما أنا أعبر عن المركز. يعني أنا شخصيا في صدافتك ليه الأولى؟ أنت كنت بتقول لي أسئلة عن الإسلام بحيث. ممكن أقول لك آراء فيها. قد أرى أن لا حدود أخرى. لو سألتني هل تكوين كمركز أو كمجلس أمناء يرى كذا؟ يعني أنا مثلا أديك مثل حي. طلب مننا في الفترة الماضية بعض الدعاوة من ناس ليها تقديرها. وناس ليس لها تقدير عندنا. المناظرات مع إسلام بحيري. مع الدكتور يوسف. مع عبدالله إبراهيم إيسا. وأنت كمان أعلن عمر أديب الزميل القدير. أنه أنت سيكون لك في مناظرة مع عبدالله رشدي صح؟ لا طبعا. لا إحنا الحقيقة قدمنا بيان أنه إحنا قلنا نتحاور ولا نتناظر. وعلى شرط أن يكون الطرف الآخر لا يكفر ولا يزندق ولا يطعم في الأعراض ولا الطريقة المعروفة. ليش مشكلة المناظرات؟ ليش مثلا تدخل في مناظرات؟ أقول لك فان. مستشار الرئيس المصري أعتقد علم الأزهر كان طلب. دكتور أسامة الأزهري صحيح. نعم. وغيره كثير يعني. هنا بقى المثل اللي أنا أقول لسيادتك عليها. في الفرق بين الشخص كمنفرد كمفكر وبين وجوده في مجلس أمانات التكوية. أنا كإسلام أنا نظرت للدكتور أسامة نفسه في 2015. وكان معاه حلقة شهيرة جدا مع الشيخ علي الجيفري والدكتور أسامة. أنا كإسلام إلى اليوم أرى أن المناظرات مقبولة جدا بالنسبة ليه. طيب. لكن أنا كتكوين موضوع مختلف تماما. ليه ليه؟ لأنه مجلس دار التكوين قرر أو مجلس أماناتها بالأغلبية وليس بالإجماع أنه نحن لا نريد أن نتخندق في خندق يظهر أن تكوين ضد المؤسسة الدينية. أو ضد عمامة أزهرية تجلس أمامنا. حتى لو كان رجل محترم وقيم زي الدكتور أسامة الأزهرية وراجل عف اللسان. تمام؟ إذن إحنا نتحاور عيوني يشارك في فعالياتنا. إحنا ننشئه له مخصوص. يعني يؤمر بس. إنما نتناظر بمعنى أن أنت ضدي وأنا ضدك. وإحنا مؤسسة بتقول لسا يا هادي وعايزة تنتشر في العام العربي لأنها الصورة الزينية الأولى أنها ضد المؤسسة الدينية أو ضد الدين بالعموم. لأن الناس لا تفرق كثيرا بين الهيئة الدينية وبين الدين. أو بين رجل الدين والدين. إن كان في الإسلام في رجال الدين. فإحنا رفضنا ده. ورفضنا ده زي ما بقولك بالأغلبية وليس بالإجماعات. يعني أنا رأيي منفرد عشان من شوية سألتني. إزاي يبقى رأيك غير رأيك في تكوين. طبعا أنا رأيي منفرد أنا حر. أعمل ما أنا أعيزه. لكن لو المناظرة. البعض يقول أنه أنت رفضت المثلات. مرفوضة. بسبب أنكم تأخذون معارك خاسرة في هذه المناظرات. واستشهدوا بالمناظرات التي قمت فيها مع أكثر من شخص. أنه خسرت الكثير في هذه المناظرات. المناظرات بالمناسبة الخسارة والمكسب ليست في الفكر. لكن كان ساعتها فيه طبعا يعني فيه وضع ساعتها. كان مشتعل تماما ضدي أنا منفردا ساعتها. وبالتالي المناظرات بالمناسبة موجودة. أنا لن أخوض في مسألة مين انتصر. خلي الناس تشوف. لأن أنا ما أسهل أني أكتزئ وأقول لك مشاهل. لكن المناظرة كاملة موجودة. والناس فهمة إيه اللي حصل فيها بالزبط. في كل المناظرات اللي أنا خطتها. وأنا بالمناسبة من الناس اللي ما زلت أرى. أن المناظرات إذا ضبطت بضوابط غير القديمة. وليها توقيت معينة. وليها محاور معينة. وكان مدير الجلسة منصف. أنا مؤمن أنها فاعلة وناجزة. دكتور تهيمون المركز بأنه يروج للألحاد. من خلال بعض. ومناومة الفراس. يا عزيزي أستاذ خالد. بص أستاذ خالد. في حاجة قالها الرسول العظيمة. قال البينة على من ادعى. البينة على من ادعى. اللي شايف المركز. ما ليش دعوه بأفكار وشذرات. منفردة قبل المركز. اللي شايف مؤسس التكوين. في الأهداف المنشورة. أو في الحاجات اللي نشرت لبعض المثقفين العرب. أو أنتجة سماعيا. أو تلفزيونيا. فيها واحد في الألف. فيها نشر الحاد. أو النايل من ثوابة الدين. يتفضل يؤرهانا. مش البينة على من ادعى. لكن لو ملقاش بيّنة. ما يتكلمش بقى كلام مرسل. ويجيب لنا من قديم. ويجيب لنا وإحنا مش عارف من عشرين سنة. أنا مالي بالكلام ده. أنا بكلمك هنا عن مؤسس التكوين. ليس عن أفكار السيد الدكتور كذا. أو المفكر الأستاذ كذا. خالص على الإطلاق. تكوين لن تنتج شيء يفت في عضد هذا المجتمع. تكوين جاية تعمل سلام بين الأديان. وبالتالي سلام بين الطواف. وبالتالي الأولى. أنه سلام مجتمعي جاية تقدم أفكار أفكار مثمرة وخيرة جدا. تساعد في دفع فكرة إعمال العقل في الوطن العربي. والاتصال بين الثقافة والموروس الديني. وجزء منها. تكوين مش جاية للتجديد الديني. تكوين مؤسسة ثقافية كبرى. جزء منها أكيد. هيتصل بما يسمى تجديد الخطاب الديني بشكل عاقل وأكيد. مش أول نشاط هيكون خلال فترة القادمة القريبة؟ لا خالص. إحنا عندنا كلام من ندوات قادمة في الفلسفة مثلا. عن التصوف. عن الوجهتين النظر حول التصوف دي ندوات قادمة. هيكون في مصر ولا في أكثر من مكان في العالم العربي؟ في مصر وعندنا في مصر قريبا جدا. عندنا في باريس ندوة مهمة جدا. عن التنوير العربي. عن الصورة الحقيقية للإسلام. كلام مهم قد يؤثر حتى في العقل الأوروبي. إنه الإسلام له وجهة أخرى غير اللي هم ما شفوه. بدل مهم ما ما يعرفوش الإسلام غير من أسامة بن لادن وأبو بكر البغداد. عما إسلام شكرا جزيلا لك. استمتع في لوس أنجلوس. شكرك. وشكرا على اختيارك البرنامج أيضا لهذا الحوار. سؤال مباشر. هذا شرف لي. تمنياتي لك بالتوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا. دائما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي. إكس فيسبوك ويوتيوب. ويمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والاستماع إليها على شاهد وعلى العربية. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة